اشتركوا في القناة خفض عدد المقبولين في جامعة الكويت جامعة الكويت هي الجامعة الحكومية الوحيدة بالنسبة لكادر المعلمين الوزير صرح بعد الاجتماع كما علمت ان الحكومة سترد هذا الكادر وانا اقول الحكومة ملزمة بالرد خلال اسبوع وانا تعهد باعادة التصويت عليه وتنفيذ وتفعيل هذا القانون المجلس قام بدوره وسيواصل القيام بدوره في انصاف المعلمين وانصاف الطلبة انا اعتقد هذه الزيادة مستحقة عدة اسباب اول شي الطالب ممنوع انه يجمع بابين الدراسة والوظيفة اليوم في الجلسة تضح انه فيه تكتيك حكومي ونيابي لادخال المجلس في عطلة الصيف بدون ان يتم التصويت على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة حكومة تعيش صراع اقطاب لا تستحق البقاء حكومة لا تتضامن ولا يتضامن وزرائها ويحركون للأسف ادواتهم بهذه الطريقة لا تستحق البقاء وغير مأسوف عليها شكرا لتلبية الدعوة انا كنت مبدي في زيارة تركيا لكن شدني في نهاية التقرير بان هذه الحكومة حكومة غير متضامنة ما فهمت هذا التصريح بسم الله الرحمن الرحيم هياك الله ويكون سعيد ان يكون معك في برنامجك وعلى قناة الوطن الحكومة غير متضامنة بالتأكيد الحكومة ورئيس الحكومة يدير هذه الحكومة بطريقة التسويات اللي تضمنها البقاء شون يطول موجود في رئاسة الوزراء ممكن ينزل ركابه اللي هم اعظام مجلسة الوزراء وهذا كان المشهد واضح جدا في استجواب الشيخ احمد الفهد في الجلسة اللي تم التصويت فيها اللي حال لجنة التشريعية لما شفنا النواب المحسوبين على رئيس الوزراء منقلبه على نائب رئيس مجلسة الوزراء وبعدها تمت الاستقالة فانا اقول هالحكومة هذه اذا ما طاحت اليوم راح اطيح في المستقبل لانه راح يجي يوم الايام ما تلقى ركاب الا راكب واحد اللي قاعد على الكنسة الاول نعم بما انك ذكرت وزير التنمية السابق اليوم صدر مرسوم اميري بتعين السيد والوزير الجديد عبدالوهاب الهارون كيف قرأت تعينه انا اعتقد الاخ عبدالوهاب الهارون شخصيا نيابية سابقة وموجود ومعروف لكن اتمنى ان وجود عبدالوهاب الهارون الاخ عبدالوهاب الهارون في هذه الحكومة ما يعطينا يعني مؤشرات على وجود تفاهمات تمت في السابق مع يعني كتلة نيابية وحيد موقفها لذلك انا اعتقد بكل وضوح الاخوان في كتلة العام الوطني كان لهم موقف مشرف في الاستجواب اللي قدمناه بعد الاعتداء على المواطنين في الاستجوابات الاخرى اللي بعد الصيفي استجوابين استجواب عبدالرحمن العنجري واحمد السعدون واستجواب مسلم البراك فيصل مسلم خالد الطاحوس وفي قضايا بعيدة عن البعد اللي يتكلم عنه يتكلم عنه هو الطائفي والناس ونحن سنرقب موقفهم جيدا وانا اتمنى ان يعني يضعون بصمة كما يقول الاخ عبدالله الرومي لصالح الوطن خاصة انهم التفقيد معانا على سوء الادارة الموجودة في البلد لذلك واحد يعني بهالاسم هذا عبداللوحاب الهارون اتمنى ما يكون وجودة نتيجة انا ما جاوبني على سؤالي دكتور انا ما اسألتك ماذا تتمنى انا اقولك كيف قرأت هذا الخبر طبعا انا اجابتي هي اجابة اللي ذكرته انا اقول له اتمنى يكون ما يكون في صفقة اليوم في علامة استفهام كبيرة هذا المقصود انت تشوف الصفقة يعني انا اقول اليوم في علامات استفهام واتمنى ان الاحداث القادمة يكون يعني كتلة العمل الوطني ان ظننا فيهم وهو ظن خير ان شاء الله نعم جميل طيب كانت لكم زيارة الى تركيا ما الهدف من هذه زيارة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الزيارة هذه زيارة كانت مهمة بعد المأساة الموجودة الان اللي يتفرج عليها العالم تقريبا من 3 الى 14 العالم يتفرج على عملية تهجير وهدم وهدك عراض قتل اطفال تجمع مجموعة من اللاجئين السوريين في تركيا قررنا انا والاخوان النواب في وفد ان نروح هناك العدة اهداف الهدف الاول هدف سياسي لفت انظار العالم العربي الصامت اللي قاعد يتفرج على المأساة الى وجود مشكلة الهدف الثاني زيارة هذه كويت هي ابحتة ولا كانت معكم مجموعة لا لا كويت هي ابحتة احنا النواب الثلاثة انا والطبطبائي والوعلان والاخحمد الجاسر والاخب السام الغانم ورئيس اللجنة التضامن مع الشعب السوري الزيارة كانت مهمة الحقيقة شفنا على ارض الواقع ما يراها الانسان غير ما يسمع سمعنا قصص واحداث من الناس تعرضوا لها ملقينا بنتين مثلا طفلتين خمس سبع سنوات في احد المخيمات فقدوا كل عوائلهم يعيشون مع اسرة ثانية الاسر السورية كل اسرتين تعيش في خيمة وحدهم اصلا ماطق محافظة الاصل في هالنقاب رأينا بعض الروايات وان شون يقتل الاطفال ضربا بالهروات وفي العصي الى الموت طفل عمره سبع سنوات سمعنا عن حادثة خطيرة وقعت في منطقة اللاذقية خذوا مئة وثمانين واحد حطوهم في الكنتينر ولقوهم في البحر وهم احياء ما يحدث ما ينقل عن سوريا من العارو السكوت عننا احنا نعتقد زيارتنا كان جزء منها لفت انظار العالم والحمد لله نجحنا انقلتها اكثر من قناة سواء كويتية او عربية نعم وهذا اللي خلاك ترجع بكل حماس وتدعو الى طرد السفير السوري ولا قضية الاستخبارات السورية اللي اثيرت للمساء الاعلام طرد السفير هذا موقف سابق بقعنا ثمان وعشرين نائب نمثل اغلبية في العلمان لو كنا في اي ديمقراطية محترمة كان انطرد السفير السوري ثمان وعشرين نائب من اصل الخمسين طالب انطرد السفير السوري لان نظامه قاعد يفتك بمجزرة هناك لكن احنا ردينا التزامنا في الجلسة كان نحوظ نقعد بعد يومين اكثر شبكة تجسس اليوم الاخوالي الطبطباء يبلغنا ان نسأل وزير الداخلية هل توجد شبكة تجسس فقال الوزير نعم توجد لكن الداخلية انفتها ايه لكن بغير التفاصيل المنشورة احنا تعودنا على النفي بالعكس النفي اكد عندي المعلومة انا قرأت النفي وانا جايك لتأكيد لكن مع هذا بس الناس من يتصدق دكتور والله الناس تعرف الحكومة وتعرف طريقة تعاملها الشبكات الايرانية قبل كان يسبقين فيه وبعدين ثبتت حتى هذا مو مؤشر خطير انا ما اتكلم عن الحكومة انا اتكلم عن وزارة الداخلية بالتحديد اذا بيانت وزارة الداخلية الناس اليوم ما تصدقها شنو هذا المؤشر مؤشر عدم ثقة في الاجراءات الحكومة انت ما تذكر مؤتمر وزارة الداخلية عن طقة الناس في ديوانيتي مهزلة صارت في العالم ارتكبتها وزارة الداخلية لكن في النهاية واضح ان البلد مخترق يعني اليوم شبكات ايرانية اعترفت فيها الحكومة اليوم عن كلام عن شبكات تجسس سورية وعلى كل حال نحن نوجه أسئلة برلمانية حتى نعرف الحقيقة لكن نقل الأخوالي التوطباي عندنا ثقة في هذه القضية نعم جميل في الفترة الأخيرة دكتور أو من النوادر في السنوات الأخيرة نسمع انتقاد على سياسة الكويت الخارجية دائما يكون هناك إجماع حكومي ونيابي وشعبي وحتى عبر وسائل الإعلام على سياسة الكويت الخارجية في الفترة الأخيرة وخاصة بعد يعني بعد يناير الفين وهذا عشان انتقاد زاد على سياسة الخارجية الكويتية صار في هناك أيضا استجوابات لوزير الخارجية ولرئيس وزراء على هذا الملف هل ما هي القضية؟ هل سياسة الخارجية الكويتية هي ثابتة لكن الأبعاد الطائفية هي التي أدت لك كل هذا الانتقاد أما الحكومة الكويتية غير قادرة على استيعاب تطورات العربية هو طبعا من الخطأ أن تكون السياسة الخارجية سياسة غايبة عن موقف السياسي والبرلماني تجاه الحكومة هذه الممارسة وممارسة خاطئة وله هي ديمقراطية اليوم في كل الديمقراطيات والبرلمانات جزء من نقاش الكونغريس أو البرلمانات الغربية موضوع السياسة والدخول في حروب ومعاهدات الدول هذا جزء أصيل احنا كنا نلقي بهالكرة هذه في ملعب الحكومة فترات طويلة إلى أن حدث الغزو العراقي وتم ابتلاع الكويت لأنها القضية ما كانت تفتح خلال ما بعد الغزو الكويتين كانوا على قلب واحد والوقوف ضد نظام صدام إلى أن تم إسقاطه بعد اليوم أصبح فيه ترابط بين السياسة الداخلية والخارجية لذلك لاحظنا وسائل أعلام الكويتية تضرب العمق الخليجي الكويتي اللي كان هو صمام الأمان أيام الأزمة تدافع عن النظام الإيراني لاحظنا مظاهر لاختراق أمني في الكويت شبكات تجسس علم إيران يرفع على مؤسكر الجيش الكويتي سفير كويتي في وزارة الخارجية يهاجم سياسة الدولة ومجلس التعاون الخليجي لذلك لاحظنا بوضوح أن هناك انحراف خطير يتم وقد يؤثر على وجودنا وعلى حياتنا فقرروا النواب من حركون المسالة السياسية ترى هذه هذا الانحراف بعد الغزو ولا في آخر سنة لا طبعا الخمس سنوات الأخيرة ونحن قاعدين ننزل في سياسة الخارجية نعم شنو أشارات النزول طبعا الوضع الداخلي فيه نزول يعني هذا ممكن تكلم عنه بعد شوي لكن في السياسة الخارجية لكن في علاقات الكويت الخارجية في السياسة الخارجية أول مرة دولة خليجية مثلا مثل البحرين تحط برغامر تلفزيوني تكلم فيه عن الكويت وعن موقف الكويت وانتقادات توجه إلى الحكومة الكويتية الصحافة الخليجية تكلم عن موقف الكويت تحطانها لجميل الموقف الخليجي أزمة البحرين اكشفت نوع من التباين داخل داخل البيت الخليجي التهديدات الإيرانية اللي تمت الكويت رئيس الحرس رئيس مز الشورى حرس الثوري الإيراني رئيس مز الشورى الإيراني هذه كلها علامات وجدنا أن الحكومة غير جادة فيها ويعني بلمحة العين ويعني بلاحظات يأتي وزير الخارجية هو يطوي هذه الملفات والشبكة إلى الآن تحاكم فأنا أعتقد من مكاسب من حسنات الاستجواب اللي قدمه الأخوان محمد هايف والي الطبطة المبارك الوعلان أنه اطرحوا القضية الأمنية والسياسة الخارجية نعم هل نجحتوا في طرح هذه القضية ولا فشلتم في استجوابكم أنا أعتقد الرسالة عميقة وصلت ومن نتائجها زيارة رئيس الوزراء القادمة لدول مجلس التعاون الخليجي من الواضح أنه أصبح فيه فوكس أولها السعودية أولها السعودية لكن تمنى اليوم أنه ما تصير زيارة مجاملات لكن زيارة توطيد العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاق على موقف موحد من المد الإيراني والتغلغ الإيراني نعم طيب يعني هذه كلها قضايا حساسة دكتور برأيك ما هو السبب لأكتفاءكم برقم 18 فقط في جلسة عدم التعاون طبعا جلسة عدم التعاون أنا أقرأ الاستجواب الأخير كان رسالة أيضا قوية تجاه رئيس الوزراء خاصة بعض الأسماء اللي امتنعت نعم نتكلم عن 18 وطرحوا الثقة صوتوا مع عدم التعاون وستة امتنعوا وبرروا هذا الامتناء بالبعد الطائفي الاستجواب معني ما شوفه بعد طائفي شوفه بعد أمني وطني يعني ما في استجواب يتكلم عن شبكة تجسس تقول أن طائفي هذا قضية جدلية هذه قضية ثانية لا مو جدلية هذه بالنسبة لقضية حقيقية في فئة من الشعب تختلف معك فيها يعني رأيهم بس أنا أتكلم لما يكون في استجواب عن شبكات تجسس لا تقدر تقول أنها قضية طائفية إلا إذا كانت إيران جزء من نسيج الكويت إيران ما هي جزء من نسيج الكويت خلافوا معكم على قضية التجسس على قضية تغلغوا الإيراني داخل الكويت وهذا أيضا له أدلة في النهاية طيب خليوا يقولوا نحن ما مقتنعين بهالأدلة لا يقولون أنتم طائفيين لأننا تكلمنا عن إيران في فرق بين إيران وبين شيعة الكويت ما قالوا عنكم طائفيين بسبب ملف إيران وقضية إيران يمكن أثير هذا الموضوع لما شافوا التباين في المواقف يعني على سبيل المثال الكلام اللي يقوله الدكتور جمعان الحربش في أزمة البحرين هو عكسه يقوله في أزمة سوريا أنا عارف مبرراتك لكن هذه هي مبرراتك يعني سوريا وإيران في النهاية ما هي قضية طائفية لا سوريا والبحرين أقصد سوريا والبحرين ما هي قضية طائفية أخذتها بعد طائفية يعني إذا هذا الفهم لهذه القضية هذه مشكلتهم هم بس أنا أشوف القضية عندي وعند غيري واضحة الزبدة الأربع وعشرين صوت أفهم من الستة اللي هم قتلة العام الوطني وحسن جوهر رضان ورضان إنه يقول الرئيس الوزراء إحنا ما عدم التعاون في غير هالملف هذا اللي فيه تجاوزات لذلك الاستجواب القادم أو الاستجواب بين القادمين استجواب العنجر والسعدون استجواب المسلم ومسلم الطاحوس هي قضايا صارخة في تجاوزات مال عام وأملاك دولة وسيكون هؤلاء النواب أمام استحقاق وطني في إنهاء حالة التردي لهذا البدء أشوفك تتكلم بكل ثقة عكس يعني لقاءاتي معاك السابقة يعني ما كنت تتصور في يوم والأيام كنت تصلون إلى هذا الرقم لكن اليوم أشوفك تتكلم بكل ثقة أنك راح تعدي الخمسة وعشرين إلى هذا المدى أنت ذاهب دكتور يعني أنا أفهم أفهم هالرسالة رسالة عدم التعاون في هذا الجانب وبدأ نعتقد الإحالة للمحكمة الدستورية ورقس تنفذت ومعادة موجودة لأنه تمت الإحالة وسيصدر حكم لذلك ما راح يكون فيه مبرر للتسويف للاستجوابات جوز سبب بقاء رئيسه ورئيس الوزراء في المنصب أنه يواجه الاستجوابات وما نصل إلى العدد لكن في الاستجواب آخر لن يكون مقبول أنه يرفض صعود المنصة نعم أمام كتلة العمل الوطني خير آرين شنهما في الاستجوابات القادمة يعني أي استجواب كل نائب كتلة العمل الوطني وغيرها في الوقوف مع الاستجواب وضد الاستجواب لكن كتلة العمل الوطني القضية الرئيسية أنهم أعلنوا عدم التعاون مع رئيس الوزراء تكلموا كلام كثير في قضية كفاءة رئيس الوزراء وإدارته للبلد وإدارته وفشله بل أن حتى ملف الرياضة في يوم الليام كانوا يستجيبون يستجيبون رئيس الوزراء عليه لذلك اليوم أم تنعوا في هذا الاستجواب بكرة في قضايا مستحقة فهم إما يقفون مع هذه القضايا المستحقة أو يقفون مع رئيس الوزراء وهذا التحدي والخيار الصعب اللي يكون أمامهم نعم إذا وقفوا مع رئيس الوزراء شانا تداعيات الوقوف أنا أعتقد خلاص يعني إذا طبعا إحنا ما نستوغل أحداث أنا أقولها والآن الكل يسمعني أنا أحسن الظن في الأخوان في كتل التعمل الوطني واستذكر لهم وقفهم جيدا من الاعتداء على المواطنين كانت وقفتهم قوية وصارمة ووطنية كذلك لكن أنا أقول هي الإدارة اللي اعتدت على المواطنين هي الإدارة اللي امتنعتهم عن عدم التعاون معها نعم شوفنا فيها انتحار سياسي لو وقفوا مع سمو الرئيس أنا أعتقد يعني أي نائب اليوم يعني يحترم تاريخه أو يحترم مواقفه في أي استجواب في تجاوزات مثل الاستجوابات التي ستأتي سينتحر سياسيا إذا وقفوا مع هذه التجاوزات نعم طيب أعلان أن أبي عبد الرحمن العنجري أنه نائب مستقل هذا ما يعطي مؤشر بأنه في الاستجوابات القادمة سيكونون مع رئيس الوزراء ولا كان لم يعلن أنه مستقل طبعا أخي عبد الرحمن مواقفه يعني انفرد فيها عن كتة العمل الوطني وبقت مواقفهم في الامتناع يعني في النهاية كتة العمل الوطني حتى في استجواب الأخير ليش انفرد ما رأى عن جري يعني ممكن يسأل عبد الرحمن العنجري بس أنا بس أنا هو قريب منكم من فترة الأخيرة ما عرفت ليش انفرد ما بيجاوب عنه بس الرجل يرى نفسه اليوم حر ويرى هذه مواقفه هي مواقف مستحقة وتكلم كلام جميل حتى في الاستجواب الأخير ليش هو اليوم حر يعني خرج خرج من دائرة تقرار كتلة العمل الوطني وخط كتلة العمل الوطني يعني انت اليوم موحور دكتور انت داخل كتلة التنمية والإصلاح لكن متفاهم مع كتلة التنمية والإصلاح اليوم الأيام اللي اعتقد ان كتلة التنمية والإصلاح راح تقيد مواقفي راح اخرج عن هذه الكتلة وقول انا احترمهم بس طلعت منهم لكن في النهاية القضية مو تسجيل مقاطبين وبينك حنا خلنا نطرح الموضوع كموضوع الأخ عبد الرحمن العنجري في الاستجواب الأخير ما كان نائب وما زال نائب ما هو إسلام ما هو صاحب توجه ديني لكن مع هذا لما شاف الاستجواب استجواب تعلق بقضية أمنية وطنية طرح فيه طرح فيه رئيس الوزراء الثقة نعم دخول يعني النائب عبد الرحمن العنجري في معسكر الصقور ضد رئيس الوزراء شلو الأبعاد اللي يقدمها للمعارضة يعني اعتقد البرنامج نجمو نقاط شخصية عبد الرحمن وخطة السياسة لا بس هذا ما استطرد فيه على سانك شلو مانع هذا سألتك لأنه في قضايا أخرى مهم في وقت كافي أنا وعدك أن نغطي كل القضايا اللي تظن عليها عبد الرحمن العنجري أعتقد شخصية نيابية تطرح رأيي محترم جدا بس ترارة دكتور سؤالي مو عن عبد الرحمن أسؤالي عن البعد شن استفادت يا نجاية المعارضة يعني كتلة العمل التنمية كتلة العمل الشعبي وتنمو الأصلاح يطرحون قضايا مال عام كتلة التنمية قضايا أخلاقية قضايا فساد تفاصيل الملف الاقتصادي مو موجود عنده عبد الرحمن العنجري اللي استمع لها في نقاش الميزانيات عارف أن الرجل يعارض الحكومة اليوم بالبعد الاقتصادي وقاعد يطرح وجهة نظر محترمة جدا نعم طيب ذكرت جلسة الميزانيات ليش رفضتها هذه مهزلة كبيرة قاعد تصير في الكويت ما حد من تبه لها هذا أيضا ندخل قابلتك سنة اللي طافت نفس الموقف نعم يعني ما حدث هاليومين يستحق مسائلة أخرى رئيس الوزراء الميزانيات اللي تم عرضها تخالف يعني تخالف نص قانون 60 على 86 اللي خاص في التنمية اللي يأكد ان الميزانية العامة للدولة يجب أن تتناسب مع خطة تنمية والخطة السنوية الميزانية في صوب وخطة تنمية الخطة السنوية في اتجاه آخر البيان اللي يرسلها وزير المالية اللي يمثلها خطة عفوا ويمثل خطة الحكومة ومبرراتها لمثل هذه الميزانية أرسل بيان طبعا المفروض يقوم يتلوه في الجلسة لا قام ولا تلا أرسل اللجنة اللجنة الميزانيات ويحدد أهداف وغايات وفلسفة الميزانية تختلف بالكامل هو يتكلم عن تنويع مصادر الدخل اليوم 92% من الإرادات هي نفطية وهو يتكلم عن تعزيز دور القطاع الخاص اليوم من 20 مليار 2 مليار ونص قاعد يصرف على المشاريع الاستثمارية 17 مليار ونص يصرف على أبواب الأخرى الميزانية في جانب وخطة التنمية والخطة السنوية في جانب أيضا حتى النقاش تدري أن الميزانية عامل الدولة في عبد الوحاب وهي تمثل 20 مليار دينار 60 مليار دولار وهي ميزانية 2011-2012 تم التبصيم عليها خلال ساعات يعني هذه ميزانية في البرلمان الإنجليزي البريطاني قاعدون عليها شهر كامل يناقشونها يقوم أفضل عقلية اقتصادية تولى هذا الملف والمفروض بلد مثل الكويت أنه عندنا هالعقلية في وزارة المالية يقوم وزير المالية بدال في الجانب الآخر رجلة الميزانيات في المنصة اللي على يمين منصة اللي على اليسار المفروض يزلها على الميزانيات ويشهر تلقى الأرقام نازل على الغايات والأهداف هذا كلها كلام مموجود وهذا اللي قاعد يصير عبث وعقود عليها علامات استفهام كان آخرها عقد الكل تساءل عن عقد استشارات مع شركة شل النفطية وحصر عليها لزنة التحقيق نعم 800 مليون دولار بدون مناقصة يعني ترسية مباشرة مباشرة يعني وقضية استشارات ما تكلم عن لا استكشاف ولا انتاج قضية استشارات مدة ثلاث سنوات قيمتها 8 مليون دولار هذا في بلد مثل الكويت اليوم في سعر البرميل 100 وفوق تحت شوي مقدر في الميزانية ب 60 دولار الميزانية تضاعفت خلال 11 سنة الأخيرة قبل 11 سنة كانت الميزانية 4 مليارات دينار اليوم بعد 11 سنة الميزانية والمصروفات 20 مليار دينار من يتحملها تحملها سوء إدارة طبعا أنا بتكلم إذا تقصد موضوع مطالباتكم الشعبية مطالبات هذا جزء من المشكلة سنقول لك تقرب مطالبات الشعبية مشكلة عدم انتظام عدم وجود نظام للمطالبات المالية هذه النقطة جدا مهمة فراح اتركها لي بعد اللفاصل عود لكم مشاهدين الكرام مع الدكتور جمعان الحربش كنا نتكلم عن جلسة الميزانيات وتذكر أسباب رفضك لها لكن قبل نختم الفغرة اللي طافت ذكرت ان المطالبات الشعبية جزء من المشكلة ميزانية لكويت تقفزت من 4 مليارات الى 20 مليار استطر الدكتور طبعا المطالبات الشعبية بعضها مطالبات مستحقة وبعضها قد يخضع لمزايدات جزء من المطالبات المستحقة اللي نعتقد انها وجهت للمعلمين وطلبة لكن احنا وجهنا كلام للحكومة في اكثر من اللقاء سواء في اللجنة المالية ولا في غيرها انتم الان عندكم مجموعة كبيرة جدا من الكوادر مركونا في دوان الخدمة ليش ما تقدم الرؤية للتعامل معاها يحط مصطرة ومعايير وحدة لكل هذه الكوادر الدور الحكومي غايب الحكومة ممكن انت يا عبدالوهاب او غير يكون له علاقات رئيس وزراء ولا احد الوزراء يسعى لكادر معين ياخذ فيه قرار مثل ما صار في اكثر من كادر تذكر كادر العسكريين الامتيازات تمام العسكريين شون ان كانت لفئة محددة بهدف ان القيادات العلية تمشي بعد ما نفذ هذا القرار بعض الوزراء بلغ مجموعتها الخاصة فيه في الداخلية في الدفاع في الحرس الوطني لا تمشون انا بمدد القرار بعد ما مدد القرار شوك بالضباط كريبة القرار قاعد يمدد احنا بعد اولى فاحنا رحنا والحكومة كذلك اقرينا زيادتهم من 2004 ثم 2004 إلى 2008 اللي طلعوا فيها الفترة هذه بعدها جوك ضباط ثاني نقالولك احنا اللي شاركنا بحرب التحرير احنا ايضا بادرنا احنا كنواب احنا لما نشوف الحكومة ما عندها رؤية وتخص مجموعة وتترك مجموعة ويحدث هذا الخلل احنا نتساويه احنا لازم لازم نساويه ما نقدر لكن السؤال في مثل هذه الوفرة المالية وانت عندك اهداف في القطاع الخاص في القطاع الاقتصادي تشجيع الاستثمار انت كحكومة كل ما لك قاعد تراجع وكل ما لك قضايا الفساد قاعد تزيد بدرجة كبيرة ليش ما ضبطتوا الخطة ليش ما حققتوا اهداف وفلسفة الخطة خطة التنمية الارادات غير النفطية ليش في الكويت قاعد تراجع الانتاج الصرف على المشاريع الاستثمارية في السعودية 28% بالكويت 13% في قطر تقريبا 30% اقل شوي احنا عبدالوهاب حكومتنا والسلطة قاعدة على حق البرقان وتوزع منها الحق الفلوس ولا قاعدة ديره ولا عندهم اي بعد وقضية ادارة حسن ادارة لهذا البلد يا رجل حتى الجامعات ترى في الخطة القادمة ما عندنا ولا جامعة اخرى بلد مثل الكويت مفروض في جامعة نفطية جامعة بترولية موجودة لذلك احنا عايشين في دوامة غياب الادارة غياب القرار والرؤية الصحيحة في الملف الاتصادي لذلك احنا رفضنا الخطة ومثل ما قلت لك ورفضت الميزانية رفضنا الميزانية تناقضها مع الخطة خطة التنمية تناقضها مع الخطة السنوية نعم عدم وجود وقت للنقاش تناقضها مع بيان وزير المالية نعم ذكرت دكتور من خلال اجابتك قبل شوية بانه في هناك مطالبات شعبية مستحقة وغيرها غير مستحقة أعطني أمثلة على غير المستحقة يعني أنا أعتقد بعض الزيادات اللي احنا مهروض ندرسها ندرس كل زيادة ومعايير الزيادة فيها أنا ما بتكلم غير المستحقة إلى أن تأتي تصلنا لكن أنا بتكلم عن قضايا مستحقة الأدلة الجنائية تدري هالقطاع هذا في وزارة الداخلية هو أهم قطاع في رصد الجريمة والوصول للمجرمين نعم ويتوظف فيه ما يقارب استيمية كويتي إلى الآن مستواهم المادي وسلم رواتبهم أضعف من كل أصحاب ذات التخصص في كل الوزارات وكان يبوني يصون الضراب والملف هذا موجود عند الحكومة وعند وزيرة الداخلية لم تفعل فيه شيء كادر المعلمين اليوم المعلم جهة طاردة كم مدرس كويتي تتوقع عندنا في تخصص الفيزياء أعطني رقم واحد واصلتك المعلومة في الكويتي كلها مدرس فيزياء واحد في التخصصات العلمية ما يتجاوزون الـ 300-400 قبل فترة بعض المدرسين الأخوة الوافدين بغوا يسوون ضراب واعتصام عن العمل حتى يطالبون تحسين رواتبهم أنش تسوي يعني شنو تصرفك وعملك في مثل هذا القطاع المهني أنا أعتقد هذه هي الكوادر المستحقة قد يأتي شيء آخر في نوع من المزايدات أو القطاع غير مستحق مجلس المزارع اللي عندهم بونس سنوي يقدر مئة ألف دينار وبعضهم يغيب عنه للجلسات ويحضر جلسات ميجلس الأم أجبتني النقطة الأخيرة أنا برجع على نقطة أيضا وعيد محمد دكتور أنت قبل شوي من خلال إجابتك أقريت بأن المعارضة في الكويت وفق يعني المفهوم المحلي للمعارضة غير يعني ملمة بشكل جيد في الجانب الاقتصادي وأنت اليوم يعني تشرح جلسة الميزانيات ورضو هي جلسة اقتصادية بحتة يعني مئة في المئة لكن في الجانب الآخر على الرغم من وجود إقرار منك بينكم غير ملمين في الجانب الاقتصادي رئيسة جمعية الاقتصادية الكويتية هي عضو في مجلس الأمة الكويتية وأقرت الميزانية أعتقد أنها وافقت لا وكان عليها بعض الملاحظات فشنو كان رأي الاقتصاديين في مجلس الأمة في قضية الميزانيات شو رأي الاختصادين طبعا مو مطلوب من أعظام الجس الأمة أن يكونون اقتصاديين لكن مطلوب من أعظام الجس الأمة أن يمتلكون لجان كفئة فيها مستشارين يقدموا الرؤية مطلوب من الحكومة أن وزير هيكون وزير كفء لما يتكلم على الميزانية يقنعهم ويقنع الآخرين في الديمقراطيات الحقيقية وليست الديمقراطيات الصوتية في الديمقراطيات الحقيقية المعارضة يكونون حكومة ظل يكون عبدالوهاب نائب ويتولى موضوع المالية جمعان الحربش نائب في المعارضة يتولى موضوع الشؤون الهجرة ويعارضون الوزراء الحقيقيين لما يجوحون في الانتخابات الثانية ويصورون حكومة وزراء الظل يصبحون وزراء حقيقيين ويديرون البلد هذا غير موجود لأن نظامنا السياسي يعني يحتاج اليوم إلى أصلاح في نظري الرأي الاقتصادين أنا كل يعني محد راضي أصحاب المطالبات الشعبية مراضين مقعد تحقق وصحاب النظرة الاقتصادية أيضا مراضين التجار ما هم راضين عن الأنفاق والمواطنين العاديين ما هم راضين شو مشت بهذا الرقم مشت في الأغلبية الحكومية الحكومة تملك تملك رقم يمشي أي شيء رجل الحكومة تملك رقم يعني أوقف العمل في الدستور عطل جلسات مجلس الأمة سحب الحصانة عن نائب ما هتحقق غير حتى لو فائزة في الانتخابات طيب ذكرت أن لك النظام السياسي في الكويت بحاجة إلى أصلح ماذا تقصد في الإصلح؟ في أي جزئية؟ أنا أقصد أن الدستور الكويتي كان مرحلة متقدمة جدا في الوضع السياسي والحريات سنة 1962 اليوم؟ اليوم لا ما هو في وضع متقدم اليوم في وضع متأخر في ظل الانتهاكات الحكومية دستور الحد الأدنى أو مثل اللباس الجميل اللي كان عليك لما كنت نحيف وضعيف اليوم لا أنت كبرت وسمنت وتبيلك شيء يناسب جسمك الوضع الموجود الآن في ديمقراطيات كاملة قاعدت تنشأ في دول عربية في الكويت حتى الحد الأدنى الحكومة تجاوزته تدري اليوم إحنا عندنا من ثمانية واحد إلى ثمانية ثلاثة كانت عطلات حكومة استقالت وعطلة وتم تعطيل أربع جلسات عشان ترفع الحصانة عن نائب اللي هو الدكتور فيصال المسلم أربع جلسات خذت شهر تقريبا مجموعة شهر النص الدستوري يقول لك دول العقاد لا يقل عن ثمان أشهر إحنا قاعدنا خمسة شهور لذلك في ظل هذا الدستور الكويتي تفرد السلطة وتغول السلطة وامتلاكها الأغلبية بأساليب غير شرعية تم إهانة الناس والنواب وضرب النواب والاعتداء على كرامات الناس وتعطيل المؤسسات لماذا وصلت الحكومة إلى عادي درجة من القوة والتحكم في البرلمان المثل يقول قالوا الفرعون ايش فرعنك قال ما لقيت أحد يقول لي في نواب حكومين أكثر من الحكومة تذكر لما انطقوا النواب أحد النواب يصرح وهو نائب يمثل الأمة وزملاء انطقوا يجب أن يتم مكافأة من ضرب النواب يعني الحكومة في يوم اللي يوم توقع رئيس الحكومة وغيرها ما كان يحلم بوجود هذه الأغلبية المتسابقة لدرجة بس ليش وصلت هذه الأغلبية إلى المجلس أو شلو أنه وصلت طبعا عدم وجود رقابة على العملية الانتخابية على المال السياسي اللي كان يدفعها بالانتخابات ماذا تقصر برقابة العملية الانتخابية يعني المفروض أن نعرف شنو كلفة الحملات الانتخابية ومصاريف النواب في أموال كانت تدفع بشكل علني في قانون المهمة الجزئية طبعا المفروض في قوانين لكن قوانين مفاعلة ليش ما تلومون أنفسكم في معارضكم ربما الشارع لم يتقبلوا المعارضة كم من الفكرة هذه قضية الرشوة تذكر بنا في فترة من الفترات يمكن انتخابات 2009 أو 2008 تم القبض على أكثر من الرشح في قضية الرشوة في دوائر معينة والحكومة قالت هنا أضبطه في دوائر ثانية لا يمكن الاقتراب من الراشري ولا المرتشي الحكومة عندها قوانين لكن لا تريد تطبيق القوانين في قضايا الرقابة المالية على قنوات إعلامية اردحت في البلد وقت الانتخابات شوهت واجتمت والعبت إلى اليوم ومطبق القانون عليها ومصادر تمويلها إذن فساد العملية الانتخابية هدف عند الحكومة هدف عند السلطة حتى تستخدمها في وقت الانتخابات وتوجد هذه الأغلبية النيابية متى شون أضع الحد لفساد العملية الانتخابية يعني احنا في دوامة رح ندخل الانتخابات رح تستخدم نفس الوسائل نعم ورح يتم ضخ أموال الحل النهائي طبعا الحل النهائي يعني انت كأنك ذكرتها بطريقة غير بواشرة كأنك تتمنى بوجه نظام حزبي في الكويت احنا طرحنا تعديلات دستورية في الكويت أولا أخراج الحكومة من التصويت على اللجان والتشريعات مثل الاستجوابات الحكومة المفروض ما تصوت هذا يخلي المجلس الأمة مجلس رقابي وتشريعي بشكل أكثر القضية الثانية الحكومة يجب أن تنال الثقة فيه تصويت هذا تعديل دستوري نعتقد أنه مستحق القضية الثالثة يجب فيه مرحلة ومراحل أن ننتقل للعمل الحزيب بعد أن يتم أي تهيئة الأرض لهذا صلاح النظام الانتخابي التغلب على الآفات اليوم كان الناس تكلم عن قيمة الصوت في كل الانتخابات نعم بس يعني شلون نصل لهالمرحلة شلون نصل لما ينجح أغلبية ما يمثلون شيخ لا رئيس وزراء ولا غير رئيس وزراء يمثلون الناس يخافون عن الناس متى ننصل لهالمرحلة لمنوعي الناس لا قضيتين إما أن تأتي الإصلاح من السلطة أو يأتي الإصلاح من الشارع شلون يأتي الإصلاح من الشارع حراك شعبي جزء منه حشد في الدواوين في التجمعات يصل رسالة للسلطة أن الوضع ما عاد يحتمل ترى الكويت المغطي عليها اليوم اجتماعيا وماليا هو الوفرة المالية لا قدر الله لو تراجع الوفرة الأمور تفلت في البلد نعم طيب خلني أدخل وياك علشان الوقت في كادر المعلمين شل اللي حصل أنا قابلت رئيس جمعية المعلمين وفي أكثر من المناسبة في برنامج تولين وأيضا كان في فترة وزير التربية وعندما كان موجود ويانا وبعد ما أقر مجلس الأمور كادر المعلمين في نفس الكرسي اللي تقاعد عليه دكتور قاعد رئيس جمعية المعلمين الكويتية وبارك لجميع المعلمين وقال الأغلبية اللي عندنا في المجلس أغلبية ساحقة حتى لو ترد في قانون الحكومة نحن يا ابن الأغلبية إن شاء الله شل اللي صار طبعا اللي صار أنه تم التصويت القانون هذا أنا خدت من جمعية المعلمين ناقشت فيه الأعضاء وقدمتها تشرفت أولا بتقديم مجموعة من الأعضاء وجمعية المعلمين لها دور حقيقة مشرف وراد في القضية حتى في التعامل المهني والأخلاقي يعني طرحوا بعض المدرسين الأضرار الجمعية رفضت في النهاية تم التصويت عليه في مداولتين المداولة الأولى مداولة الثانية في المداولة الأولى قام الأخ الوزير في الجلسة وأعلننا يا جماعة الكادر هذا إحنا كحكومة نوافق على الجدول الأول والجدول الثاني قيمته 350 مليون جدول الأول والثاني قيمته 230 مليون فقال رح يطلع الجدول الأول والثاني بقرار إحنا كنوعب قلنا إذا طلع بقرار ما رح نصوت مرة ثانية يعني يصير وفرة هذا جزء من العبث الحكومي يصير وفرة ما يقارب 120 مليون ينزل وبعدين طلع الوزير في فكرة ثانية قال لا أنا بطبق نظام الضوابط اللي يعمل ومن لا يعمل والبونس وأنا أعتقد الفكرة غير قابلة للتطبيق لأن الفكرة تكلم عن اختبار على مستوى البلد اختبار وطني وهذه أنا قلتها في الجلسة قلت مستوى الطالب في اللغة العربية ما يحدده مدرس السنة سنة خامسة أو سنة سادسة هو تراكمي سنة أولى وسنة ثانية وسنة ثالث وسنة رابع شون أنا أحكم عليه النصاب يختلف من مادة إلى مادة بل من وقت إلى وقت اليوم السنة هذه أنا عندي وفرة من المعلمين بكرة كنت جيني مجموعة ثانية إداريا أنت ما تقدر تخلي بونا السنوي فإحنا رفضنا هالفكرة هذه وكانت تكتيك الحكومي أنا أقول لك الحين تكتيك الحكومي كان أن الردة بالصيف فإذا ردينا بالصيف ما نعتبر ردينا في ذات دور الإنعقاد فما نملك نصوت عليه شهر دعش نضطر ننتظر سنة واحدة فإحنا طلعنا قرار من المجلس أنه يرد خلال أسبوع ردة الحكومة خلال أسبوع أنا كنت متوقع هذا الرقم كنت متوقع أن الرقم ينزل على 44 أنت محتاج أغلبية ثلثين عشان يصير نافع لكن كلمة الأخ متعب العتيبي للمعلمين أنه أنا بارك لكم أنا أقولها اليوم أنا أقول بعد الصيف إحنا نبارك للأخوان المعلمين والطلبة الثلاثين نائب لكن الخطير في القضية هذه أن بعض النواب والنائبات حضروا في الجمعية المعلمين وأعلنوا دعهم ووقعوا الطلب وتراجعوا يعني الحكومة واضح جدا أنها تمتلك من القدرة على التأثير على النواب حتى تخلي النواب يتراجعون عن كلماتهم ولم تجف أحبار أقلامهم اللي وقعوا فيها الطلب وهذا المنحة الخطير لكن في النهاية نعتقد بفضل الله سبحانه وتعالى نجحنا في إقرارة في مداولتين والتصويت في مداولة الثالثة فضمننا أن يوعد شهره دعش وأنا أعتقد إن شاء الله بإذن الله سيقر نعم طيب أنت أشت في وزير التربية سيد أحمد المليفي فهور ما أدعي من الدستورية ممصاح بالسمو الأمير يعني تفائلت خير بهذا الوزير هل التفائل هذا ما زال موجود ولا غيرت رأيك أنا ما زلت أعتقد أن الأخي أحمد المليفي لهنية جادة لكن أنا نبهتها والحين نبهها الهواء ليس كل فكرة قابلة للتطبيق الأخ أحمد المليفي يتكلم عن تحويل الكتب إلى فلاش ممري وأقراص وأنا قلت له هذه فكرة قد تكون غير قابلة للتطبيق لأنه في ارتباط في الكتب وضح أن هذه خطوة رديفة أعلنت أعلن مجلس الجامعة أن خفف عدد الطلب المقبولين في السنة القادمة والوزير أحمد المليفي لم يستطع أن يغير قناعات أعظام الجسل الجامعة الجامعة اليوم هي الجامعة الحكومية الوحيدة وعندك أعداد متزايدة من الطلبة فأنا أعتقد يعني هذه مشكلة أخرى صار في زيادة بعدد المقاعد أي مقاعد مقاعد جامعة الكويت ما صار تراجع ما صار في زيادة لا هو ثلاثة ثمان آلاف كانوا شوي ميتين وخمسين أعلن مما راح يقولون لسه تلاف تسعمية تراجع الرقم لكن ما زلت أنا أعتقد أحمد المليفي يعني بوأنس جاد لهنية لكن أنا أعتقد عنده أفكار غير قابلة للتطبيق هالأفكار راح تجعلها يغرق في مستقع التربية ليش أفكارها غير قابلة للتطبيق الضوابط مثلا قاعد تكلم عنها الضوابط أنت إداريا عندك أربعين ألف مدرس كويتي تبقى تحط مجموعة من الضوابط وتجعل ما يقارب الثمن آلاف دينار بونس سنوي خمسمائة دينار في العمال الممتازة أنت تكلم عن ثمن آلاف دينار قضية الاختبار الوطني اختبار فكرة زينة لكن تقييم الطالب مثل ما ذكرت لك لا يمكن تقييمه في مرحلة لأن كثير من الضعف الدراسة هو متراكم قضية النصاب نصاب الحصص عمليا فيه وفرة في المدرسين في بعض المواد لشنون راح تحرم تحرمها المدرسين النصاب يتغير من فترة إلى أخرى أفكار جيدة جميلة لكن عمليا راح يشوف الأخ ابو أنس وتمنى كلام يطلع مو صحيح وينجح راح يشوف عقبة لذلك أنا نصيحتي له لا تستطرد في طرح هذه الأفكار وفي تشجيع لها حتى تدرسها دراسة جيدة نعم طيب أيضا أعلن عن ختام دور الانعقاد الحالي فأخلني أدخل وياك أنا بتقييمك العام يعني أنا تناقشت وياك منذ بداية الحلقة بأشياء تفصيلية أخلني أتناقش فياك كمجمل هذا الدور الانعقاد الأخير شهد أحداث مؤسفة يعني كل ما يمكن أن يمر في أي برلمان شهد دور الانعقاد الأخير وأيضا تعليقك على خطاب سمو رئيس الوزراء بأن دور الانعقاد الأخير شهد كثير ومجموعة من الإنجازات فكيف تلخص وكيف تعقل الدور الانعقاد الأخير طبعا كان أقصر أعتقد دور الانعقاد في تاريخ الحياة البرلمانية كان خمسة شهور في مخالفة دستورية صارخة شهد دور الانعقاد الأخير استجوابات هامة لسمو رئيس الوزراء وتمتع سمو رئيس الوزراء بالأغلبية المحرجة سياسية الاستجواب اللي قدمناه بعد أحداث ديواني أحداث سليبيخات طرح الثقة في رئيس الوزراء 22 نائب وتم تجريحة سياسيا وهذا الحدث ما زال بصمة مؤلمة في جبين هذه الحكومة اللي اعتدت على المواطنين دون مبرر من أخلاقها حكومة سابقة تخصي هي ذات الحكومة تدى أعمالها دور العقاد الماضي للأسف شهد شحن سياسي وشحن طائفي وفرز طائفي في أكثر من قضية لم نستطع التغلب عليها بسبب أخطاء من الحكومة وأخطاء أيضا من النواب حتى احنا ما نبرر أنفسنا أنا أعتقد المعارك السياسية أوقفتها العطلة البرلمانية لكنها لم تنهيها وتوقع دور العقاد قادم ستتواصل فيه المعارك السياسية والمعارك السياسية الدائرة بين الحكومة وبين المعارضة في مجلس الأمة وفرزت اليوم المجتمع الكويتي في جزء اليوم يعني قد يدعم الحكومة لسابق أو آخر وجزء أيضا أعتقد أن أكبر اليوم يريد أن تذهب هذه الحكومة وتأتي إدارة جديدة للبلد عدم التوفيق والفشل وظهور مظاهر سلبية خطيرة مثل استخدام العلاج في الخارج ما أثاره شعيب المويزري فالضغط على النواب هو جزء من حجم المأساة السياسية والقبح السياسي اللي يتعيشها الكويت خلال هذه الفترة طيب الجانب الثاني من سؤالي دكتور اللي هو؟ أن كلمة رجل الوزراء اليوم أن دون العقادة الأخيرة كان فيه كثير من الإنجازات أنا أعتقد يعني ما كان فيه إنجازات على الموضوع القضية الجانب التنمو والتشريعي ثبت أن خطة تنمية خلال هذه السنة لم ينجز منها الـ 14% ذلك كان استغر بشأن يكون فيه إنجازات وخطة تنمية مدتها أربع سنوات حققت من 14% تعطل هذه الجلسات أيضا مشكلة عدم تنفيذ كثير من التشريعات المقررة مثل قانون الخصخصة نحن عارضنا بسي الله ورنا شلون نفذته أبسط مثال تحويل مؤسسة قطة الكويتية إلى شركة لم يستطيعوا تنفيذها إلى اليوم عندهم مشكلة وكان فيه إنجازات أعتقد عند الحكومة ترضيات نواب تعيين وكلا مساعدين إعلاج في الخارج لنواب الحكومة هذه إنجازات هذه الإنجازات اللي يقصدها السمو الرئيس أعتقد هذه إنجازات نعم ذكرت المعارك السياسية لا تنتهي بنهاية أو مع بداية العطلة بل ستستمر في دول النقاد ما هي أبرز هذه المعارك؟ أنا أعتقد يعني أنا ما أنا مؤمن بالمعارضة المستمرة والدائمة المعارضة يستطيع المعارضة لكن أنا أعتقد اليوم اليوم في قناعة متجذرة عن مجموعة من النواب إنه في مشكلة في الإدارة هي اللي أنتجت كل ما تكلمنا عنه الآن فيه استجوابين استجواب معلق ذهب المحكمة الدستورية واستجواب ترحل سيفتتح دور العقاد بهذين الاستجوابين وقد تأتي استجوابات أخرى فالمواضح أيضا أن المسائلة السياسية مفروض اليوم سمو رئيس الوزراء في أول جلسات يصعد يناقش هذين الاستجوابين وأعتقد هذه رح تكون رسالة ومؤشر كبير جدا طيب إذا صعد رئيس الوزراء وناقش الاستجوابين ما هو بعد المناقشة؟ يعني اليوم الحسبة السريعة للاستجوابين القادمين إن أقرت المحكمة الدستورية دستورية هذا الاستجواب سيصعد المنصة ستحول الدستورية سيعدي جلسة طرح الثقة سينها يصار مكرر ومعيود ما لكم مشروع آخر أو أسلوب آخر في التعبير عن رأيكم؟ نحن أعتقد الحراك الشعبي لا يمكن أن يتوقف وستأتي نتائجة في يوم الأيام أنا أذكرك في أول استجواب تم تقديمة اللي هو استجواب موضوع الشيكات كان 13 نائب الاستجواب اللي وراء اللي أنا قدمتها روم سلم لخ مسلم لخ صالح للمولة 22 نائب الاستجواب الأخير 18 ستم تينا في النهاية نحن نتمنى يقوم رئيس الوزراء يفنت كل هالاستجوابات بس في جلسة علنية نحن ابتلينا في موضوع الجلسات السرية من تنتهي الجلسة السرية الطرفين يسرب فريق الرئيس يسرب بالصور والنواب أيضا يخرجون وبعدين يطلعون لك نواب المحسوبين على رئيس الوزراء يقولون كلمة واحدة معيودة ومكررة لأن الرئيس فند الاستجواب طيب اليوم من حق الشعب الكويتي إنه يسمع الرئيس ويفند هذه الاستجواب لذلك أنا أعتقد ما يصلح أمر الوضع السياسي والوضع الاقتصادي في البلد إلا بإدارة أحظى اليوم على قضية الجلسات السرية يعني هناك طرفين طرف يعيد وطرف يعارض برأيك ما هي الحكمة من وجود جلسة سرية؟ طبعا هي فلسفة الجلسة السرية أن تكون في قضايا يعني من الخطأ أن تثار في العلد أعطني مثال يعني مثلا قضية طائفية قضية أمنية قضية طائفية فيها أسرار تقدم مثل استجوابكم الأخير؟ استجوابنا أنا أعتقد كل ما أثير فيه كان موجود في الصحافة كان الكلام عن شبكات تجسس موجود في الصحافة كان الكلام عن المعسكر الكويتي اللي في علم إيراني موجود في الصحافة كان الكلام عن موضوع البحرين موجود في الصحافة اليوم ما فيه في نظري ما فيه شيء يعني يستحق السرية هذه فلسفة قديمة يوم ما كانت الأمور تطلع ولا تؤثر حتى الحين العقود العسكرية لم يتكلم عن عقد شراء أي طائرة طائرة الرابال ولا غيره اليوم يتكلمون أن هذه العقود عقود سرية والأرقام والمبالغ والمناقصات منشورة في الصحافة الغربية فلسفة السرية كانت تناسب فترة من الفترات اليوم ما عادت مناسبة ليش الحكومة تذهب إلى موضوع السرية أنا أقول لك الهدف واحد وهو تخفيح العب على نواب الحكومة لأنه لما الناس كلها التابع الطرح والتابع حجج النواب ستزيدوا كل فعل نواب الحكومة اللي يطلع الملجلسات وصلت النقطة دكتور في سؤالي الأخير قبل الأختم بس الإجابة بشكل مستعجل وإحنا في برنامج المشهد السياسي سبت اللطاف الدكتورة سهل والدسار يعني ذكرت اسمك في أحدى إجاباتها مع الزميل علي حسين في قضية أخوك اللي في ألمانيا وإحنا في تلفزيون الوطن حريصين دائما أن نطرح كل الآرافة بما أنه ذكر اسمك فمن حقك الآن وأنت في تلفزيون الوطن أن ترد إذا كان عندك رد أنا عندي رد طبعا قلت في الجلسة كنت أتمنى أدخل مداخلة لذا كل يوم حاولت أتصل ما قدر هنا أفضل من مداخلة طيب الدكتور سليمان ما هو شب عليه أنا أفتخر في الدكتور سليمان والله وفقه أخ كبير وفاضل واخذ المنصب بكفاءته وطبيب يعني وين تبني توظف يتوظف في البلدي أكيد يبيروح للوزارة ويتنافس مثل أو مثل غيره لما تم تعينه كملحق صحي دخل التنافس طلع الأول يليت أنا جبت السؤال اللي وجهه الأخ يوسف الزلزلة نعم موجود أن أخوي يسأله وهذا الترتيب إليت بس تكون الصورة واضحة نعم هي واضحة لمشاهد هي واضحة هذا يوضح أنا ما شوفهم بعيد يوضح أن الدكتور سليمان الأول 190 درجة بعدين وراء الدكتور حميد غلوم أقل منه لما طلع الأول راحوا للأسف يعني وصلنا لها المرحلة راحوا مجموعة من نواب حق الوزير قالوا له هذا أخو جمعان الحرب اش معارض قالوا بشكوا جمعان معارض يعني أنا استغري بهالمنطقة هذا قاعد يصير في الكويت أي واحد يقرب لك يتعين أو أنه يروحون بعض النواب للرئيس أو للوزير والترى هذا يقرب لفلام الوزير الهلال الساير كان عنده ميزة واحدة قال هذا موظف عندي وأنا سأحميه قالوا جمعان الحربش تدخل وهو اللي يطلع فألغى النتيجة هذه نتيجة المنشورة وسوى لجنب رئاسته وهم الدكتور سليمان طلع فيها الأول فوقع قراره مورس الضغوط إلى فترة قريبة وللأسف من نواب لكن الوزير تم على كلام أنا كلامي الآن مباشرة لدكتورة صلوة الجسار إذا في تجاوزات بسبب تعيين سليمان الحربش أو غيره من أقاربي قد مستجواب للوزير وأنا معكم بس أثبتوا التجاوزات في جلسة وخلنسمع ردود الوزير دكتور جمعان الحربش حيث ومجلس الأمو كل الشكر لك على تلبية هذه الدواء في قضايا كثيرة لكن الوقت يعني المكان كافي فاصل قصير للمشاهدين الكرام ونسألكم المتبقى من فرات والنام شكرا للمشاهدة